شواء جديدة لأصحاب المعاشات من وزارة الإسكان متابعين أهلا بحضراتكم في لايف جديد أعلنت وزارة الإسكان عن طرح جديد لشواء الإسكان الاجتماعي وهنجاوب مع حضراتكم على جميع الأسئلة حول هذا الطرح الجديد بتهدف وزارة الإسكان لتوفير 70 ألف شقة سكنية جديدة وده لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع هذه الشواء بتتميز بمساحات متنوعة بتناسب مختلف الاحتياجات وبتقع في مواقع استراتيجية لتقديم طلب الحصول على إحدى هذه الشواء يجب أن تستوفي الشروط التالية أول حاجة أن يكون الحد الأدنى للمعاش 3000 دنيا وأن يتوافق سن المتقدم مع شروط التأمينات الاجتماعية في حالة غير أصحاب المعاشات ويجب أن لا يتجاوز العمر 60 عام بيتروح مقدم حجز الشواء ما بين 30 ألف و40 ألف جنيه كمان ممكن أننا نقصد باقي المبلغ على فترة تصل لعشرين عام هذه التسهيلات بتهدف لتوفير فرص سكنية ملألة للجميع والمشروع بيساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير حياة أفضل للمواطنين كما تحتوي الشقة 75 متر على غرفتين ومطبخ وصالة وحمام وذلك التنوع بهدف تلبية احتياجات كافة العائلات بتختلف مقدمات شواء الإسكان الاجتماعي وفقا لقيمة الوحدة السكنية حيث يصل المقدم لـ 40% من سعر الشقة وبناء على الأطرحات السابقة بيتراوح مقدم حجز شواء الإسكان الاجتماعي ما بين 30 ألف جنيه لـ 40 ألف جنيه ومن المتوقع زيادة المبلغ بنسبة كبيرة وده وفقا لمتغيرات السوق في الوقت الحالي كمان يمكن تقصيد باقي المبلغ على فترة بتمتد حتى عشرين سنة مما يوفر فرص ملأمة للمواطنين للحصول على مسكن يلبي احتياجاتهم كمان بتهدف وزارة الإسكان الاجتماعي لتوفير فرص سكنية ملأمة بتحسن من مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والفئات المختلفة في المجتمع ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتلبية احتياجات السكن للفئات الأكثر حاجة متابعينا دي كانت تفاصيل خبر الإسكان للشواء الجديدة اللي طرحتها وزارة الإسكان لأصحاب المعاشات وكمان أصحاب غير المعاشات كمان بنحب نفكر حضراتكم مرة تانية بالشروط أعلنت وزارة الإسكان عن طرح جديد لشواء الإسكان الطرح هذا حوالي تقريبا توفير سبعين ألف شقة سكنية جديدة عشان يلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع الشواء دي بتتميز بمساحات متنوعة بتناسب مختلف الاحتياجات وبتقع في مواقع استراتيجية كمان هنراجع مع حضراتكم الشروط اللي يجب توفرها في المتقدم علشان يحصل على هذه الشواء أول حاجة أن يكون الحد الأدنى للمعاش 3000 جنيه وأن يتوافق سن المتقدم مع شروط التأمينات الاجتماعية وفي حالة غير أصحاب المعاشات يجب أن لا يتجاوز العمر 60 عام بيتراوح مقدم حجز الشواء ما بين 30 ألف و40 ألف جنيه وكمان يمكن تقصيد باقي المبلغ على فترة تصل لعشرين عام هذه التسهيلات بتهدف لتوفير فرص سكنية ملأمة للجميع والمشروع ده بيساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير حياة أفضل للمواطنين كمان هنراجع مع حضراتكم الشقة الـ 75 متر بتحتوي على غرفتين ومطبخ وصالة وحمام والتنوع ده في اختلاف الشواء ومساحتها بيهدف لتلبية احتياجات كافة العائلات مقدمات الشواء الاسكان الاجتماعي بتختلف بيصل المقدم أحياناً 40% من سعر الشقة وبناء على هذه الأطرحات السابقة بيتراوح مقدم حجم شواء الاسكان الاجتماعي من 30 ألف ل40 ألف جنيه متابعينا ده كان تفاصيل الطرح الجديد لوزارة الاسكان عن شواء أصحاب المعاشات وكمان أصحاب غير المعاشات نشوف حضراتكم في لايف جديد وشكراً لكم